يالله نستكمل بالكمباوند فات احنا اخذنا السمبل فات وفصلنا بها راح ناخذ اللي هي الكمباوند فات الكمباوند فات لأ راح نبدي نضيف فاتشي على الفاتي اسد مثل فوسفيت غروب مثل شقر مويت او ممكن حتى يعني نضيف بها امور ثانية فيقول لك اللي ممكن تكون بالفوسفوليبيد او غلايكوليبيد يعني بها غلايكو فاتشي شقر يكون الفوسفوليبيد اكونوا عنادنا اللي هو الغليسيروفوسفوليبيد من اسمها الغليسيرو يعني الالكوهول يكون الغليسيرول والسفينغوليبيد السفينغوليبيد هنا نلقوه الالكوهول عفون فاتشي نسميه السفينغوسين حس انطقي استركشور مرتب التفصيل بس هاي فاتشي انه تعرفها حتى تعرف كاللي يصير حتى يعني فاتشها تاخذها كمرجع اليك انه ترجع له بالهذا فاني نقول لك اول شي وحنا رح نفصل بها واحدة واحدة القليسيروفوسفوليبيد نانا شوف الالكوهول هو نفس القليسيرول المالتي ارتبط بفاتي اسد واحدة ارتبط بفاتي اسد اثنين الثالثة ما رح يرتبط بفاتي اسد رح يرتبط مجموعة فوسفيت اللي ممكن ترتبط مجموعة واحدة سبع ديان نجي للتطبق فرح يسوي لي يسموها كحول قلت لك فوسفوليبيد أو السفينغوليبيد انه السفينغوسين هذا السفينغوسين شوف انه هم كحول بس انه رح يربطه بفاتي أسد واحدة فانت خاف تجي اكون من ذلك سؤال تفكر الفروقات والمشتركات يعني مثلا هذا بواحد فاتي أسد هذا بثنين فاتي أسد هذا الكحول هو سفينغوسين هذا اسمه هنا الفوسفيتغروب ترتبط ممكن بالسسم الكولين فانت ايمك بعد اذا هم نفس الحاجة هنا ارتبطت هنا في فوسفيتغروب وارتبطت بكولينغروب ما هو الكولين؟ او ممكن القليكوليبيد بالقليكوليبيد ما عدنا على الكليسيرول هم بس سفينغوليبيد فهم ترتبط نفس الشي هم بالسفينغوسين وترتبطه بواحد فاتي أسد بس هنا بدل ما ترتبطه بفوسفيتغروب لا راح ترتبطه بشوغر ما يكون مونو او اوليغو سكراد وهم راح نطيح تسمية حسب كل نوع من الكليكوليبيد يقول لك الفوسفوليبيد يقول لك الفوسفوليبيد يسمى فوسفوليبيد كل الفوسفوليبيد فالشي عام بيها فوسفيتغروب بيها الكهول او سفينغوسين بيها فاتي أسد زين the nature of alcohol and the fatty acid varies from compound صح ممكن كوحلي تغير ممكن يكون الفاتي أسد هنا يقصد بس الجليسيرو هذا انتبهي يقصد فقط للجليسيرو فوسفوليبيد يقول لك هنا لازم هفتو فاتي أسد تعرف الإستربون يعني وعفة الفاتية ي تقصد فوسفيتغروب بيها الكهول الثانية او بيها الكهول والسفينغليبيد تصمد من تغييرها من تصمدها وهي الفوسفول احنا تعرف اشتاسمه بالبايو احنا نقول انه يا بترى الليبيد ممبرين او ال السيل ممبرين يتكون من الليبيد بيلاير اللي تكون عبارة عن فوسفو لبيد يقولك الهضاء بالحضر في الخلف من الهضاء و الهضاء بالعضاء و الهضاء بالنم بولار في التعب تصدر بالعضاء بالعضاء تذكرت ان نقول هاي ما نريد نري اسمه هذا عبارة عن ما اسمه الواحد بصرف الله هذا اللي هو الـ Polar Head اللي يكون بسبب هاي الفوسفيت راح تنطي Polarity فهذا سوي لي Polar Head و Non Polar Tail سبقت لك الفاتي أسد مو بها تشين طويلة وتكون Non Polar فهذا راح يسوي لي Bi-Layer Mal Libid Membrane أو الممبرين عفوا الليبيد من الممبرين زين الواحد بصرف الوصفيت في الفوسفو اللي هو الهيد مارت راح يصير Polar وما فاتي أسد مو بها تحديث الطبعا قدت تعذرون شوي الطبعا قدت تعذرون شوي الطبعا قدت لك الطبعا قدت لك الفاتي أسد هو راح يسوي طبعا الهيدروفوبك الطبعا قدت لك ذات كل فوسفو لبيد مع نمبر صح فوسفو لبيد مو بولار Head نفس الشي made by phosphate group وhydrophobic tails that is made by two fatty acids present in them طبعا هنا نمطيك الصورة ذا hydrophobic الحاصل هذا حتى نكون يعني هذا اللي غليسرول مالتنا تمام هذا الباكوون مالتنا في شي الفاتي اسد هدني مرتبطات اثنين فاتي اسد الثالث ما رح يرتبط فاسد الفاتي اسد رح يرتبط اللي هو الفوسفيت غروب هذا الفوسفيت غروب هنا نشوف ارتبطه بالكول هذا هو الكولين بغض النظر حس نجي واحدة فهذا الوجي اسم هuggle الكاربون الثالث مالكليسرول التبط بالفوسفيت vo-js وهذا نسميها الفوسفو داعي ستر بوند إريس إبيتصجت وهذا شي سابق ا sharper فشوف هbrès بحررافة لو έχرة الوجي اسد الفاتي الوجي اسد وهذا جيد ويسوĩ اي اسم ide السسم الفوسفول على الإسل الممبرين الممبريني ترى هذا الـ powder head وهذا الـ powder head وهذا الـ powder 태g نفس الكلام سنتثبت ممبريني نثبت الغليسيرول هذا الـ phloate acid وهذا الـ phosphate group وعندما تريد الحضار نفس الشيء تريد الرسم الـ phosphate وبأجاب القيام بشكل صغير هذا الجانب من لرصة تصير من يمع بسبب الفوسفات وهذا الجانب من تصير الموجودة بسبب الفاتي أسد التي هي تكون من بعد إلح يمع الأمور نعم لاتلتشفى قمنا لها الأخل الفوسفلوببد عدنا نوعين إما الكهول به يكون غليسيرول أو سفينجو يعني سفينجو نقول لك الفوسفالوبد عدد في سجرب أماكن من درقائه بسبب المطأ الالكوهول في الحياة هذه هي غليسيروفوسفالوبد والسفينجو يتواجم بمية جمعية في ممبرانة المدرسية وheres إذا قد تكون له الإمتعاب الهجوم بلدفت النابل الثانيين قطعوا في الممبرانة ثانين قطعوا في الممبرانة يمكن أن يكون بمية جليسيروفوسفو أو بصبينغو شعر أول أحد بينا سأخذ وهي هو جليسيروفوسفو هم هي جليسيرون هذه هي جليسيرون عن جليسيرون حيث كاليسيرون بالاسترى نحن نحن نشيلي يسمونها الممبرانة أو جليسيروفوسفو هي أكثر صح Sphingo البدء موجوده بس هي أكثر مو في لفينج الوغانيزم مو في الجليسرو فوسفوليب إذا ام تشعر موليكول فوسفاتيك أسد اتس ديريواتي اذا انتبه لعالالال وهتا حاطتك جوا خاط لازم تحتوي على موليكول فوسفاتيك أسد شنو هاد الفوسفاتيك أسد؟ نفس الشي شنو نفس الشي هسه أجيك أول شي الفوسفاتيك أسد., شنو معنى الفوسفاتيك أسد الفوسفاتيديك أسيد هو الاسد يعني هذا القليسورو المالتي وهذا فاتي أسيد واحدة والفاتي أسيد الثانية بس هنا فقط فوسفيت يعني ما لديه مثلا هنا أر يعني في ألوكول يسميناه فوسفاتيديك أسيد لنهي أردو أن نشتغل كأسيد مثلا هنا تجيب بدء لهاي الأر مثلا أتش مثلا أتش هذا صار اسمه فوسفاتيديك أسيد بس هنا نحط لك فتشي فهذا هو الاسد فيقول لك شنو الفوسفولي بدل لازم تحتوي على الاقل هذه الفوسفاتيك ما اسمه أسد او تحتوي الدريفاتي شنو الدريفاتيف مات تعرفون شنو هو مثلا نحط هنا يكون الكهول يعني ثاني مثلا كوليم اي الكهول عندك خلي يعني يعني مو اي كهول بس اقزن يعني اقزن فرضا فهنان يعني اسا نحن نبطيك مثال لا اهلا انا يقول لك هذا رسم لك الستركتور مات البيسيك فحتى وضحيارك فيقول لك موليكول with phosphatetic acid is made up of two components شنو هي اول شي الداي أسل غليسيرول هاد هو الداي أسل غليسيرول نفس الحشي شنو الداي أسل الداي أسل يعني معنا ثنيا بها fatty acid غليسيرول هذا الغليسيرول مات هنا ما مرتبط شنو ب phosphate يعني ش راح يقول لك وراها بعدين وياها phosphate group فراح يصر مثل هاده فراح يصر فوسفاتيك أسد يعني فوسفاتيك أسد فالشي هو أسل بيسيك يعني ما بي ايشي اللي هو هنا قد لك fatty acid مرتبط ب fatty acid وهذا الغليسيرول بس الغليسيرول الكاربون الثالثة ماته مرتبطة بيه فهنا يقول لك هم نفس الشي الداي أسل غليسيرول contain غليسيرول طبعا الكوهول along with two fatty acid هاداني 2 fatty acid الغليسيرول attach to the first and second carbon of the glycerol via the esterbond طبعا هاي الايستر بون شوفها مرتبطة بيه هو عبارة عن شنو glycerol مرتبط ب 2 fatty acid الثالثة ما مرتبط بيه شي ليش لان الثالثة راح يرتبط بيه الفوسفاتيك بيقول لك the addition of phosphate group to the third carbon of glycerol via الفوسفوديا ايستر قلت لك هالفوسفوديا ايستر بون بيه convert اللي هاداي أسل الغليسيرول هاد اختصارها للفوسفاتيك اسدي اللي هي PA يعني فتشي طبيعي يقول لك هذا الفوسفاتيك اسدي موجود بالفوسفوديا خلي لي مثلان R وسميها لهذا الفوسفوديا شو سمي يعني هسا راح ناخد اسميها طبعا فيقول لك having understood the structure اذا ردنا نتطور قلت لك ردنا نتطور خلي R زين خلينا الكوهول بعد ما راح نسميه فوسفاتيك اسدي راح نسميه فوسفاتيديل الكوهول وبحسب نوع هذا الكوهول زين فهناش راح يقول لك فوسفاتيديل الكوهول نفس الحاجي مني إجليسيرو فوسفوليبيد سميلي كونتين الكوهول إيسترافايد أو إيسترافايد to the phosphate group يعني راح يتكون يعني تبطوا هم بإيسترا يعني تعرف ان هاذا double bond على البي فهنا أبدا هم راح يسموه مثل إيستر بوند زين to the phosphate group أد the third carbon of glycerol طبعا إنه هو أصلا فوسفيت موجود على الضارة من الجليسيرول these phospholipids are given names while simply adding the name of الكوهول after the prefix فنسميه فوسفاتيديل ونضيف اسم الكوهول اللي مرتبط بيمة بال phosphate group يقول لك the prefix represent the presence of phosphate acid يعني يقول لك انه هذا سميناه فوسفاتيديل يعني يقع به فوسفاتيديل اللي هي لفوق نفس الشي فوسفاتيديل بس حطيناها الكوهول to the structure of the component يعني أنطيك مثال عليها هذا اللي هو الفوسفاتيديل الإيثانون شون عرفت أول شيء أجوه واحدة واحدة هذا خلق أثبت ماتي لجليسيرول هذا القليسيرول أثبت ماتي القليسيرول مرتبطه في فاتي اسد واحدة حلو فاتي اسد ثاني حلو مرتبطة بالحفاتي اللي ارتبطidad اذا لم أكن هناك كحول هذا صار فوسفاتيديك اسد عمضة فوسفاديديس شونو نوع هذا الكحول نوع الكحول هذا اللي هو إيثان فاسميه أو إيثانون هي بالحفة كاربون سميناه كامثال هذا ز��iri ما هو نكو أنواع لماذا كانوا ترتبط به كحولات ثانية اللي وهو من طيق مثالية فوسفاتديل سيرين 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 امانو اسد مقاحلي لكن باكول و كهول مقاحل سيرين يوجد فوسفاتديل فوسفاتديل اثانول امين اثانول امين فقط اثانول امين اثانول امين فهم رح يرتبط به وهو راح نسمي نطي تسمية ثانية اللي هو راح نسميها عفوا الفوسفاتة دي كولين هذا راتبط به كولين كولين هم الكحول يسمو اماينو راح نطي تسمية اللي سيسميها الليسيثين يعني هي مجرد تسميات اي كحول حطيت على نطيتها وحتى طبعا ابو السيرين هم يسموه السيفالين يعني احذرني لأن بها اماينو يعني شوف هذا بها ايثانون بها اماين السيرين بها اماين طبعا قلنا اسمه اماينو اسد هذان راح نسميه السيفارين هذان يسموه السيفارين وهذا يسموه الليسيتين البي الكولين هذا انا نقع انطيه لك بس انو اوضح لك الكولين هو عبارة انشوف لانا 2 كاربونات و بها ان مرتبطة ب 3 مثل غروب هذا اللي هو الكولين هذا اللي هو الفشين مختصمات طبعا هذا مو انو حفو التفاصيل بس عليها على اقل تعرف هسا نجي نفصل واحد واحد شوف الفوسفاتي دي السيرين هذا الفاتي اسد ماتتها او الشيء خذها ثبتت الجليسيرول هذا الجليسيرول ثبته بها اثنين فاتي اسد تمام الفوسفاتي جروب ماتتها بياها اين السيرين؟ هذا السيرين تتذكر السيرين كنا نقول كاربوكسيلي جروب بCH2 OHIO او فوسفاتي دي ايثانول امين هذا نفس الشيء هم ثبتنا الجليسيرول وهذا الفاتي اسد وفاتي اسد وهي الفوسفاتي جروب ماتتها مرتب طبيبة مرتبطة ايثانول امين هذا الOH مالتسف صارت باليستر بوند ماتتها وهذا الكولين نفس الحجب الضبط هذا الفوسفاتي جروب ارتبط هنا بكولين بس راح ينطيها اسماء فيقول لك هنا فوسفوكليسيري ذات كنتين امين والكوهول ايثانول امين او السيرين يسميها سيفالين حلو سيفالين موجودة موجودة بالبراين موجودة بالبراين ولذلك اسمها سيفالين بس هنا موجودة انتبهت الامسكو الموجودة بالموستي الممبرين وهي particularly abundant يعني مو فقط بالبراين الممبرين وهي موجودة بالموعدان مع البراين وهي موجودة في البراين الممبرين الممبرين موجودة مثلا في البراين وأيضًا مت included الوضع مشان يصنع الجسم هذه الفوسفاتي كولين فوسفاتيدي إثانول أمين يعني حتى أنطيك فيقول لكنا for the synthesis of this فوسفوليبيد إثانول أمين and choline obtained either from the dead هاي بالنسبة فقط فقط للفوسفاتيدي choline والفوسفاتيدي إثانول أمين فيقول لك أول شي رح ناخذ رح ناخذ إثانول أمين والكولين إما أخذها من الديت ما تعني أكل أو الترن أوفر أو مثلا عندي فوسفوليبيد أمني تكسرت أو كذا طلعت من عتن الكولين والإثانول أمين أول شي أسوي لهم أسوي لهم فوسفوريليشن شنو فوسفوريليشن يعني فوسفوريليشن أضيف لهم مجموعة فوسفيت عن طريق شنو الكانيز زين هذا إنزام الكانيز ينطيها فوسفوريليشن وبعدين رح أحولها إلى active form الأكتف فورم اللي هو CDB كولين يعني معناها أو اسم اختصاره الستدين داي فوسفيت كولين هذا يكون active form هذا الأكتف فورم شنو رح يسوي رح يحول كولين فوسفيت أو إيثانول أمين فوسفيت إلى داي أسيل غليسرول شنو داي أسيل غليسرول غليسرول بثيان فاتي أسيد أحولها إلى وهو أصنبي فوسفيت هذا رح أحول صار عندي فوسفات إيثانول أمين أو فوسفات داي كولين هذا استركتشور آني حطيت هنا حتى أعضح لك شوف أول شي هذا كولين عن طريق الكانيز حطيت لفوسفيت جروب حولت إلى CDB اللي هو السيدين داي فوسفيت هذا كولين CDB هذا رح ينطي رح أجيب غليسرول ويا ثني أضيفها صار عندي صار عندي هذا شوف اللي هو الشسم الفوسفات داي كولين زين بس بالنسبة للسيرين شوية يختلف يعني ما حاجة كل هال دوخة رح يزور إكستشينج يعني تيجي هذا السيرين قبل يصر بيس إكستشينج يعني يجي فوسفات إيثانون أمين يوخر إيثانون أمين يربط بمكان إيثانون أمين فاشنطين ينطين الفوسفات السيرين وإفري إيثانون أمين يعني إيثانون أمين سيطلق مثلا ممكن إيثانون أرجع أستخدم إلي فوق فإن حاصل يعني هنا بالنسبة لل Synthesis المعنت السفينجوليبي السفينجوليبي هنا بدال الجليسيرون Long Chain Amino Alkohol Sphengocene on the basis or additional group الحاصل أنه هنا يقول لك اللي راح يكون هو Sphengocene هذا Sphengocene عبارة عن الكهول بدال الجليسيرون راح يبدل عبارة عن 18 كربون الكهول ويحتوي هاي الOH والNH شوف إننا بالNH راح يربط الفاتي أسد فما راح نسميه إيستربوند لا راح نسميها Amide عفو Amide Linkage مو فقط phosphate group ممكن نربط بيها sugar إيش اسمي اسمي glycolipid حلو فهذا الOH بس هذا يبقى ثابت هنا الفاتي أسد يربط فيقول لك they contain sphingocene instead of glycerol طبعا they are subdivided into sphingomyelin أو glycolipid قلت لك ممكن نربط بيها شكر أو ممكن نربط بيها phosphate sphingomyelin اللي هو أهم نفس sphingo phospholipid يعني phospholipid بيها phosphate فهنا أهم المنزل نشوف نطلق structure ليش مسهلة عليك حتى قبل نتوضح لك هذا NH رح يربط به شون وهذا OH رح يربط به phosphate group نفس الشيء نفس هذا structure بس هل احطت عمود أسهل لك شون تعرف sphingocene مطلوب أضمن ما مطلوب بس هذا مثلا هذا مثل عليك important of sphingolipid اللي هو sphingomyelin طبعا من ضمن sphingolipid هو sphingomyelin قلت لك يتكون به phosphate هذا sphingocene هذا مالتي sphingocene تمام قلت لك NH رح ترتبط عن طريقة amide bond الفاتي acid مالتي أي نوع فاتي أسد ما نشغل و رح يربط بال O ه ه رح تربط بها phosphate group هاي الفوسفوداء easterbond مالتي ربطت بها phosphate group وهنا رح تربط نوع من الكهول هنا رح يربط choline من ربط choline هو رح يسوي sphingomyelin فإذا شوف sphingomyelin and sphingomyelin acolyin تنتبه acolyin is attached to the sphingocene through a phosphate group طبعا انطلق phosphate group along with singly بها فقط وحدة فاتي أسد touch to the sphingocene and via amide amide sphingomyelin are found in sphingomyelin طبعا من اسمها myelin من myelin sheath موجودة بالmyelin sheath التي تحوط the nerve بالbrain وال nerve that to protect the nerve هو المائلين مثل دستور عمل هذه ممكن protection sphingomyelin are found in large quantity هم نفس شي قل ها in brain catholic quantity in the brain and nerve they are also present in most of the animal membrane on hydrolysis إلا سوين التحليل ممكن يطلع من عدها أول الألكول والسفينغوسين ويطلع فاتي أسد من عدها ويطلع صح فوسفات غروب بس ه راح تخذ اي شي صح الفوسفات فوسفوريك أسد شوف sphingomyosine يل فاتي asid sphingosine and choline no glycerol أن sphingomyelin is linked to sphingosine by an amide group نفس الشيء التي تحتاج amide group يرتبط بال phathe acid ويرتبط بال hydroxy with sphingosine وهذا 1 المعلوم con phosphate group the combination of sphingosine plus fatty acid is known as ceramide لماذا نستخدم ceramide لأن السيراميد قلت لك دعني اوضحك ما هو السيراميد انظر هذا السفينغوسين و هي الفاتي أسد يسمى سيراميد و هذا يجب ان نقول متغير السيراميد يجب ان نقول اساس متة و هذا متغير يعني اذا اردت فوسفيت يمكن ان يجعل شكر و سأقوم بسيربروسيد نوع من غلايكوليبيد هذا يسمى السيراميد فتعرف ان السيراميد عبارة عن سفينغوسين و الفاتي أسد مرته يقول لك اذنونا السيراميد باوع ممكن اخلي هنا بلقو اجمال تفوسفيت صار سفينغومالين ممكن اخلي شكر و راح يصر السيربروسيد سموه السيربروسيد هو غلايكوليبيد بس راح نقضى بالتفصيل ها اهسنا شوف هنا غلايكوليبيد 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 هذا مستقبل مرتبط بالفوسفيت ارتبط بالشجر مثلا ديجالكتوز وهذا الفاتي اسد مرتبط بالامايد فيقول لك عندي نوعين من الغلايكوسفينجوليبيد عندي نوعين اللي هو ممكن يكون السريبروسايد او القانجليوسايد شن الفرق؟ فرق بالشجر نفسه يعني بالسريبروسايد شي يكون يكون مونوساكرات يقول لك ذي سفنغوسين فاتي اسد لشجر حيا عصدね هو كليكولبيد سربروسايد دفرر الت Volus كل الماسب الموجود في الصغير سربروسايد فلاين شربروسايد فلاين ممكن يكون غالكته سربروسايد caracto grund gun sa تقüre الملوثية مع الملوثية بكل اسربروسايد ممكن يكون صى سلفة قروبة عادية بالشكر على الج intimidating ممكن اكون فيها الصى فايد نسميها صى سلفاتيد او سيبد يعني التسمية يطلقوها لأنكو فوسفيت جروب بالشغر مثل هذا اللي لك فهنا نشوف الفنكشن فهنا نقول لك السريبروسايد they are large amount تهم بالwhite matter يعني بالبراين الwhite matter والغري matter لا تتذكر and in myelin sheath of the nerves some السريبروسايد are present in non-neural الحمدل لك تأخذ بالبعلك ممكن السريبروسايد بيكون bay in neural و non-neural فهذا نشوف نفس الحشي هم السفينغوسين fatty acid galactose sugar and b-sulfate مثلا يكون asylfolيبيت يعني b-sulfate وهذا ممكن نفس الشيء هذا السفينغوسين وهذا fatty acid وهذا الشغر يكون monosaccharide فصار عندي سريبروسايد اللي يختلف عن الغانجيليوسايد 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 بدلا من monosaccharide يحصل oligosaccharide نحن قلنا فوق ممكن يكون mono فهذا السيرامايد السيرامايد هو sphingo ثم 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 الغانجيليوسايد 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 COMPLEX sphingo لتكون السيرامايد ثلاثة 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 الغانجيليوسايد سالسلن مصر بشكل يعني قلت لك oligo are important in the neurons يعني مودة بالنيرونس هم يقول لك important فيقول لك نفس الشينا oligo saccharide with one or more syalic acid هذا الone or more يعني اضا فشي مثل derivative أو syalic acid يسموها ال-N-acetyl neuraminic acid اللي هو هذا الاختصارات ال-N-A-N-A العفو ال-N-A-N-A linked to the sugar chain قلت لك الشugar chain oligo saccharide with syalic acid ممكن من السالك أسد يعني في شيء يسموه ال-N-A-Cetyl neuraminic acid اللي هو اختصار يعني هذا مادته وهذا اللي هو structure مادته فهذا راح يربط بيمن مثل السالك أسد خلنا فرضا مثلا السالك أسد هو هذا الهم سالك أسد بس يختلف يعني بالتفاصيل مادته كشجر أو كذا أو أكثر من السالك أسد يعني به يرتبط بي oligo saccharide مع الغangliucide زين فهنا شي يقول لك الغangliucide are acidic ليش أسدك اللي انبيه هو هذا السالك أسد هو هذا ال-N- شي اسمه ال-N-A-Cetyl neuraminic acid they contain oligo saccharide طبعا with the terminal charge N-A-Cetyl neuraminic acid depending هنا يقول لك depending on the number of الموجودة بالشغر يعني الشغر مرته هو نفسه مو الشغر من oligo saccharide أبني أقصد ممكن يسويها يعني الغangliucide يعني ترمزلها بال-M وال-D وال-D وال-T وال-Q مثال لها GM gungliucide GM2 يعني يقول لك حسب الشغر الموجود بهذا ال-N-A-Cetyl neuraminic acid يقول لك gungliucide determine the blood type وشون هنا نفتشي حلو يقول لك O وال-A وال-B انتجين طبعا نحن نعرف عندنا O group وال-A group وال-B وال-AB group اللي هو B ثانات A وال-B انتجين that give rise to the blood type or gungliucide polar head of these gungliucide different هنا سيصير الاختلاف بالكاربوهايدرات sugar هسا أخذ لك structure وهي هاي اللي تنطي blood type عن blood type مختلف ثاني بيقول لك هذا كاربوهايدرات head group portion of the sphengolibid or what define the human blood group the oligosaccharide head group or composed of زين الأساس الأساس بال-O ال-O ما بي أي انتجين مرد كل واحد بالعام قبل البلد هذا غانجلوسايد اللي موجود اللي هو glycolibid تلقي D-glucose D-galactose N-acetyl D-galactose amine و F-u cause هاي الأساسيات إذا نزيد عليها رح نضطي A حسب هاي نوع الزيادة شنو يعني إذا ضفنا عليه N-acetyl galactose amine اللي هو أماين وشغار رح نضطي A-antigen يكون A-antigen فقط غالكتوز رح نضطي B-antigen او اذا به نثنين صار عند A-B فهاي الصورة توضح شوف هنا هذا السيرامايد نفسه قلت لك غانجلوسايد شنو غانجلوسايد لعن Oligosaccharide Sphengosine Fati Acid متفقين Glucose غالكتوز N-acetyl galactose amine وال غالكتوز وال Fucose هذا الأساس O-antigen بعد أنك كنت مضايف لأن هذا أصلاح لا يوجد antigen يعني ليس قصد هذا O-antigen اللي هو ما B زين اذا نفس الشي بضفت عليه شنو اللي هو ال N-acetyl galactose amine صار هو A-antigen بينما اذا ضفت عليه فقط galactose اللي هو صار B-antigen اظن اذا 2 يكون A-B فهذا هو اللي يوضح شنو يعني يقول لك يقول لك ممكن هذا B-roxidation يصبح بل Vivo طبعا هاي مشكلة لأن living cell libit undergo oxidation to reduce b-roxid وطبعا ال free radical اللي يصبح ببير oxydation وليبد هاي مشكلة كنت لك ويصبح ايضا يصبح the free radical I believe to cause an inflammatory disease aging cancer atherosclerosis etc يعني free radical cellular injury خصوصا من حتى يصبح بالعبو وما جسمي فبال Vivo مشكلة يكون in vivo معنا بالجسم زيب فشيئنا كمنا ال compound رحنا اخذ derived اللي هو derived libit اللي هو تشمل steroid طبعا احنا عدنا فكرة عن steroid فيقول لك steroid are classified into libit صنفوها ke libit and because they are solubble and non-poiler solvent but they are non-sabonifiable ما اقدر سومن عنها سابون ليش ما قدر أسومن عندها سابون لان اصطا because the components are not held together by ester lankage لان ما اصطا ester بها bond اقدر اسوالها base hydrolysis or basic hydrolysis واسوى من salt martin اصطا هي ما بها ester bond حتى او يقول لك steroid are derived they may be recognized by either their sacro هذا يحشي لك على structure تتعرف structure اللي هو الساكل وبنتابر hydrofinanthrin طبعا هذا structure من steroid نحن نعرفه من العقاقير اللي هو يحتوي على 4 ring اللي هو تكون 3 من 6 من و الاخير 5 من ring الكوليستيرو طبعا نحن نكمل كلامنا على steroid الكوليستيرو هو the most abundant steroid بالبدي طبعا هو essential by cell membrane وال الكوليستيرو الا اما نأخذ قلنا من الدايت او ممكن يصير synthesis بالليور و كنا نقول بالبايو انه cell membrane connect to the steroid اللي هو الحافظ على flauditimolata و كذلك الكوليستيرول هو مهم ليش يشتغل ك precursor انا حتى صنع هرمونات مثلا مثل cortizol الآldosterone او يعني بعض الهرمونات او الفيتام مثل فيتامين دي انه احتاج فش استيرويد يعني من اخذ استيرويد و انا سأخذ من هذا الكوليستيرول حتى اصنع به فالذلك الكوليستيرول حتى نقول انه شوالت هو function مول energy لا لل synthesis سأخذ يقول لك او حتى بيول salt بيول acid اللي موجود بالبيول العصارة الصفراوية اللي تتسمى يعني ينتجها الليفر وتتخزن بالغول بلادر الها فهي اهمية بالدجوس والليبد وحتى بالabsorption تستوى ك امالسفاين ايجن وحتى بالabsorption والليبد الههمية او ممكن بالسكس هرمون او البيتامين او الادرينو كورتيكويد هرمون ويقول there is a correlation between high level of cholesterol and the blood and ethereoseclerosis يعني يقول علاقة بين level of cholesterol من الكل عالي والأثيرoseclerosis يو تصل بالشرائم ان الاستركشارات مطلوبة الامان اسأله بها بس حتى تحفظ الكل ونفس الكوليستان اللي اخذنا بالعقاقية فقط راح اضيف عليه هذا مثل مثل على 13 وعلى 10 كيف الهم بورتنس كوريستيرول طبعا حتى كوريستيرول كوريستيرول ومثل كوريستيرول او حتى ممكن يدخل بالفات صوريب مثلا الفيتامين D او مثلا الفيتامين A و K الى اخر لكن بال absorber بس الالصنعت اذا تصنع هذين الفيتامين او تأخذ يعني تأخذهم من الدائت بس هو الفيتامين دي يعني ممكن يصنع منعتها يقول لك it's also a key regulator of membrane fluidity يعني ملقت لك من تنزل درجات حرارة تنخفض فالشي حافظ على fluidity ما لسي الممبرين هو الكوليستيرول وأظن هان هاذ يقصد بي من ترتبع درجات حرارة يقول لك it form lipid raft مثل فالشي raft اللي هو شون أظن يعني the way it's complexes with certain phospholipid which make the membrane less fluid and less subject to the phase transition أظن هان يقصد انه من زيد الحرارة يزيد الحرارة يعني لا يزيد الحرارة مقلل الفلويدة تموالتها مثلا حتى لا يتحول هذا مثلا الفوسفوريبد الى phase transition يعني يقصد بمثلا من liquid الى gas مكذا هيتش يعني phase transition ينتقى من phase الى phase ثاني فأعتقد هيتش يقصد هاي فكرته ويقول لك also increase the permeability of the cell membrane to the hydrogen and sodium ion حلو يزيد ال permeability to hydrogen and sodium ion زين it's also assessed in the liver manufacture of bile acid طبعا قلت لك يدخل بالتصنيع بالبال الاسد لأنه هو في الشيما شو مثل الستيرويد يعني هو ينطي which is essential for digestion and absorption of fat soluble vitamins such as vitamin A, D, E, L, K يعني هذا البال الاسد قلت لك من راح يصير باللي هو باللارج انتستين يعني عفوا بالاسمو انتستين من يصير بها بالديودينم أو باللاثنة عشر راح تنزل هاي البال البيض اللي بتسويها بـ amongstifying كيف سرح ناخذ هذه حاصل it's help in the maintenance of our body temperature and to protect our internal organ يقول لك يعني حماية بظلن احضن 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 ال maintenance of our body temperature احضن نخصد بالحالات اللي ذكرناها بالسلمون in pharmaceutical industry cholesterol used in the manufacture of steroid hormone و الفيتامين D الهرمونات اللي بها ستول مثل كورتيزول مثل اي هرمونات يعني اي هرمونات يعني و الفيتامين D يعني تشتغل كا احنا بالفارماسيوتيكال احنا بالفارماسيوتيكال الفارماسيوتيكال اندستوري يعني تاخذ هاي فيتامين D مثل السبلم التي يقول لك مع مثل كوليستورو انه داخل بالسنتزيز ماريته احنا مثلا الكوليك اسد يعني هو من نوع البيل اسد فهه اهم مطلوب فهنا سناخذ البيل اسد يعني بالتفصيل فيقول لك البيل نفسه اللي هي الصبغة الصفراوية او العصارة الصفراوية يجب اي الوش براون او غرين فلود حلو انتبه تصنيع ماريتها بالليفر بس الستوريج ماريتها بالغول بلدر زين الغول بلدر اللي هي المرارة يقول لك البيل صورت اكت از السوب مثل السوب عند امال السفارة شون السرفكتنت فشي انه على مود يسحل بالهيدروليسيز مالليبيد يعني هذا اول شي انه الليبد مثل مو تكون كبار فهو يحاول شون مثل ينزغرها يسويها مثل يسمو امالسفاين يعني فهيقول لك نهذا يكنتين بوث بولر ونبولر طبعا الريجن اللي هي بالاسد تعرف اسد يعني حاول انه برايك فاتس انه فوضع حتى بالسمولر بيس فتشي ينزغر حتى بالسمولر بيس اللي ساعد بالهيدروليسيز مالليبيد يعني يساعد بالهيدروليسيز مالهذا الليبيد ويصر بها ابزوربشن ولذلك اظن نقول لك اللي شاعر مثلا اللي عنده استئصار بالمرارة وحتى اللي حاصل الليبيد يعني الدايت ما تكون باللبيد هنا السوديوم غلايكوكوليت اظن هم بايلسولت يعني هذا من البيلسولت فيقول لك القولستون اللي هي الحصوة بالمرارة بسمو حصوة المرارة البايلسولت امانسفاي كوليستيرو طبعا الكوليستيرو مو يصر بإكسكريشن من البايل فيقول لك بسبب بجود ان هاد البايلسولت هم نفس الشي يشتغل حتى الكوليستيرو اللي يصر بإكسكريشن فشي يقول لك بس يقول لك اذا الكوليستيرو كان عالي او البايل أسد كان طوله الكوليستيرو اللي هي الحصوة المشكلة يصر بإكسكريشن ماذا يصر بإكسكريشن لأنه لا ينزل من البايل فممكن يصر بإكسكريشن فيقول لك الفاتس لا يصر بإكسكريشن طبعا لا يصر بإكسكريشن بإكسكريشن يعني صار أكو عندي أو أن البايل نفسها بالقناة مثلا يصر بإكسكريشن لأن البايل أسد من يدخل بالدم حاصل يصر لونه مثل يكون أصفر لأن البايل أصدر بإكسكريشن وأن البايل يصبح غري لأن البايل أصدر يعني يقولون البايل أصدر أن الصبغات وكذا تسوي الستول الكذر حاصل كما قرأي يقول لك طبعا أدرينيو كورتيكو هرمون المنرال الكورتيكويد المنرال الكورتيكويد المنرال الكورتيكويد مثل الألدوستيرون يعمل على يسوي الـ السوديوم والووتر المنظر المنظر أدريني أيضا السيحة في نفسه يمكن أن تقوم بها يصحر السوديوم ونحاول يعمل بنفسه حتى الخمي نشك اتفعونا نقاط المفهر رائعي اتفاعر الرئيس للعفظات ايضا فلا يساعد بالماء نقاط اللعزي التي ينبط على البعض النقاط لشياء الوثية اتفاعر لشياء اللعين هرمون أكثر من شياء هرمون يفصل بين الناس السماء والمال كيف تعرف الاستروجين والتستيرون وكيف تأثيراتهم بالجسم والفسيوجين أخذناها العام بالفيستيولوجي فأي يعني هو فالشيء مختصر عليها مطيق وهذا مثال التستيستيرون كاتب لك الاستيروديول الاستيرون الاستيرون البروجستيرون لأنني حفظها من الأمانة وما قدرت أسأل الدكتورة عنها فأهم نشوفها إن شاء الله زين البروستغلاني أنا شو يحتاج لك بس يقول لك البروستغلاني بس يقول لك فالشيء يعني تكون بها سايكل أو سايكل سايكل سينثيزد من الاراكيدونيك أسد هاي تعرفها الاراكيدونيك أسد اللي هو كان عشرين كاربون وبي أربعة انساتوريشن أو البوند يعني الدبل بوند أسد لايكورمون انتبعوا في حوث في باديو بروسس بلودكشن و بلودكشن طبعا من بلودكشن طبعا من بلودكشن مثل ثرمبوكسان A2 اللي هو فتشي خاص بالبلايت الريبودكشن طبعا هين قدت لك هي بها فونكشن حتى أكو بها مسؤولات عن contractional uterus الحاصل الفتش يعني inflammation and fever يعني تدخل ذلك هو aspirin by inhibiting prostaglandine production elevating أو شيء يعني يقال من inflammation والفتش الاسبرين هو non-steroidal anti-inflammatory drug يعني يقلل هو أصلاً يكتع الفتشين تسوي انهبشين حاصل بس أن الاسبرين هو يعني يقلل من البروستغلاندين فلذلك يقال مثلاً inflammation أو fever يعني هذا الاسبجيك اللي تاخده وعبارة عن اسبرين بس يتكون هذه دوازمة يعني الاخرين وتقريباً هنا المنزة ما خلصت وإن شاء الله كما قصت وعذروني على أخطاء الأمانة شوية يعني الظروف كذا وبتوفيق إن شاء الله شكراً